طيب جريمة من نوع آخر أن نمسا تفكك شبكة تهريب عنيفة وتعتقل ستة سوريين في عملية دولية ومعنا خبر تاني مع أنه هرب 160 شخص محكمة نمساوية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على مهرب سوري للأسف الشديد هنا القضيتين أبطالهم سوريين طبعا مع الاعتذار للجليات السورية ولكن موضوع التهريب رغم أنه النمسا بتحاول بشطة طرق عملية ده غلق الحدود واستمرار عمليات التفتيش على الحدود لكن بيتم الاختراق وانت بتشوف هنا دول هربوا ناس وده الشخص ده الوحده كان بيشارك في تهريب 160 شخص نعم يعني بصراحة في شيء غير مفهوم يعني احنا هذا حطينا حابين لازم يعني حابين نناقش هاي الخبرين وهذا التفصيلين تفكك شبكة تهريب عنيفة تأتقل ستة السوريين في عملية أمنية دولية يعني فعلا فعلا تصرف أو يعني شيء مؤسف طبعا أن السوريين عم يتورطوا دائما بهاي الأعمال الجرمية العنيفة واللي هي فعليا بتسيء لسمعة كل سوري محترم كل سوري عما يحاول أنه فعليا هنا يعيش حياته يبتدي حياته جديدة فتخيل يعني دفزت سلطات النمساوية عملية أمنية دولية استهدفت مكافحة تهريب البشر أسرع اعتقال ستة أشخاص يوم الأربع خمسة منهم في فيننا وفادت وزارة الداخلية نما تغليموا جميعهم دجلسية سورية مش تبقى من تمام لشبكة دجرامية شبكة دولية طبعا يعني مع الأسف الشديد يعني مع الأسف الشديد الكثير من عمليات الترهيب تورط بها سوريون بعدما جاءوا للنمسا وطبعا لأنه دخل دخل فلك يا سيد الكريم كل شخص بهربوب ياخدوا عليه آلاف من اليوروهات أو مئات من اليوروهات الأصابة دي بتاخدوا 12 ألف وعشر تلاف والناس يتين دول كانوا بياخدوا 600 أيرو يتفضل سيد الكريم يعني بصراحة بصراحة إجرام ومتاجرة بدماء الناس وبإرواح الناس كما قال لي أحد الأشخاص أصدقاء سابقا قالوا لي هؤلاء تجار الموت هؤلاء تجار الموت بكل ما تحمل كلمة المعنى صحيح يساعدوا بالأشخاص للوصول للوصول إلى الاتحاد أوروبي ولكن هم شركاء في قتل سوريتين على الحدود نعم نعم هذا ما يقال الله أعلم هذا ما أقاله الخبر أنا لا أتمنى ولكن بالمقابل مع أنه هرب 160 شخص بحكم أنمساوية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على شاب سوري بعمر 25 سنة ده كان وقت عشر سنوات تخد بالك وطعن على القرار يعني تخيل سيد الكريم تخيل أنه فعلا أنه في حالة غير مفهومة في شيء ما بيقدر واحد يستوعب كيف الطريقة اللي بيشتغل في هذا القضاء نحن لن نزاود على القضاء النمساوي ونقول أنه فعلا الحق معه الحق مو معه ما بعرف شو كذا هذا الكلام ما فينا نزاود عليه أكيد للمحكمة وجهة نظرها بالضبط وجهة نظرها يوجد معلومات أو يوجد خلينا نقول يعني مواد ساعدت في تبرئة هذا الشاب أو أخراجه أو تبرئته يعني شو بنا نقول أو بالنسبة له كانش عنده قضايا جنائية أو صوابك جنائية فبالتالي يعني بصراحة فيه اللي بيقره هيك خبر بيقول لك آه معناته أنه إذا أنت تتهاوم مع تهريب البشر إي بريسيو بشتغل المهرب شو الله وصل الكبير والله إذا بقصلي على عشر عشرة آلاف يورو بالشهر بشتغل المهرب سيدي بشتغل المهرب وخليني انحكم سنة وخليني حكم سنتين بعداك بكل كوانت اللي صروا 200 ألف يورو بس أنا أعتقد أن النيابة أكيد هتعترض على القرار وهتطالب بعقوبة يعني ما بعرف هل القرار نهائي ولا لسه فيه عليه استئناف لا هو استئناف كان وقت عشرة سنوات واستئناف هذا الموضوع من السنة الماضية